هذا وأكدت وزارة الإسكان أنها ستواصل خلال الأسبوع الجاري عملية توزيع الوحدات السكنية بمشروع مجمع 609 بسترة على المواطنين المستحقين حتى منتصف أكتوبر وذلك تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الوزارة أشارت إلى أن مشروع مجمع 609 يندرج ضمن المشاريع الإسكانية التي يتم تنفيذها تحت مضلة برنامج عمل الحكومة لبناء 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية عام 2018 والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية التي أمر بها عهل البلاد المفدة في إطار التوزيعات الإسكانية لـ 3200 وحدة سكنية والتي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اعتمدت وزارة الإسكان مبدأ الأقدمية وتسهيل الإجراءات أمام المنتفعين بدءا من التواصل معهم للاستفادة من المشاريع الإسكانية للحضور إلى الوزارة وحتى الانتهاء من إجراءات السحب على الوحدات الإسكانية إلكترونيا أحمد الله في البداية أحمد الله وأشكر على هذه النعمة وأشكر جميع المسؤولين على القامة وفين وبالأخص ولي العهد أنه سرع في زيارته إلى وجه إلى السرعة في الانتهاء من البيوت الحمد لله يعني أنا ساكن قريب من البيوت الإسكان ولاحظت بأنه على طول شغالي يعني بعض الأحيان يكونون 24 ساعة شغالي البلد الحمد لله يعني من قصر المشاريع وأتمنى أن المكان نفسه يعني يكون فيه تطوير وحتى الناس تهتم بتطوير مكانها يعني داماً نحن الحمد لله حصلنا لبيوت أتمنى أن كلنا كلنا نهتم أن يكون مكاننا أفضل وأحسن ونخدم مجتمعنا بشكل أكبر يعني نحافظ على هذه النعمة نشكر جلالة الملك على هاي المشروع السكنية اللي في سترة ونشكر رئيس الوزراء وولي العهد والحمد لله رب العالم والله وفق لهم حصلنا وحدة سكنية وإن شاء الله للأحسن إن شاء الله أشكر جلالة الملك سمو رئيس الوزراء وأشكر الشيخ سلمان ولي العهد لأنه اللي أمر إن هذه الوحدات السكنية تجهز بسرعة ويعطيهم ألف عافية وحصلت بيت في نفس المنطقة اللي أنا فيها في سترة أنا ستراوي وحصلت في سترة الحمد لله ومستهن سكل شهني وأشكر دولتنا وشكر جلالة الملك وحكومة رشيدة الحمد لله يعني مستهنسين وفرحانين الحمد لله في هذه المناسبة هذه وأغتنم من المناسبة هذه وأشكر جلالة الملك على هذه اللي صار يعني المكرمة هذه أفادت الأبناء المنطقة كلهم والله إجراتها سهلة كانت من البداية يعني الجماعة ما شاء الله مرتبين الأمور القائمة الأسماء موجودة مرتبة ودخلنا كل واحد استلم الدور معنا بالترتيب يعني الحمد لله أنا من سكن السترة حصت في السترة مع أهلي وجماعتي الحمد لله إجراتهم سهلة وميسرة أشكر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد شعوري مرتاح والله من جلالة الملك أشكره ورئيس الوزراء ولي العهد ووزارة الأسكان لأننا أعطونا هذه الفرصة للسعيدة والله حلوة وأنا أقدر بنعبر بعد بأي شيء أنا جداً فرحان كوني من منطقة سترة وحصت على المنطقة اللي كنت متواجد فيها أشكر جلالة الملك ومقاصة رحم الله والله جيد إحنا مسانسين وسكر جلالة الملك وريس الوزراء ولي العهد وزارة الإسكان ومن خلال الاهتمام اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة أصبحت قادرة اليوم على تنفيذ المشاريع الإسكانية في جميع محافظات المملكة تلبية لاحتياجات الملف الإسكاني وتحقيقاً لطموح المواطن بتوفير الخدمة الإسكانية وفقاً لمعايير الجودة والرفاهية سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين